في إطار فعاليات مهرجان اكتشف أمريكا أقامت الكلية الدولية الأمريكية حفلا للفرقة الموسيقية العسكرية بالتعاون مع السفارة الأمريكية اليوم بدعوة من السفارة الأمريكية القسم الثقافي ووجهنا دعوة بأن نستضيف فرقة العسكرية الموسيقية بسبب أسبوع اكتشاف أمريكا فكانت بادرة جميلة من طرفهم وحاولنا استغلال هذه المناسبة في أن يكون فيه لقاء ما بين طلبتنا وأولياء الأمور وأيضا عضاء الهائة التدريسية والإدارية وأيضا الطلب الراغبين في الالتحاق في الكلية وبهذه المؤسسة الأكاديمية في السنة السابقة فاستضفناهم جميعا ورتبنا برنامج بسيط كانت لهم الفرصة في جولة داخل المبنى مثل ما أنتم شايفين هذا مبنى جميل جدا بذلنا الكثير من الجهود حتى يظهر بهذه الصورة وكاننا حريصين جدا بأن نخلق ببيئة جاذبة للتعليم وهيئنا بكل المرافق اللي على مستوى عالي جدا 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 أعتقد ما في شيء ننقص المختبرات على مستوى كبير المختبرات الكمبيوتر أيضا على مستوى عالي جدا الموارد المستخدمة المنهج المستخدم فكانت هذا اليوم فرصة للطلبة المتواجدين في الجامعة والطلبة الرغبين في الالتحاق للتعرف على مرافق الجامعة الملحق الثقافي زارنا اليوم وأثنى على تنظيمنا وأثنى على المبنى وأثنى على برامجنا وذكر بأن لأول مرة يرى هذا التنظيم في أي مؤسسة أكاديمية موجودة في الكويت تخصصات الموجودة هي تخصصات الهندسة إدارة الأعمال، التصميم الداخلي والمشروعات الصغيرة في الوقت الحالي بدأنا بتقديم الدبلوم ولكن إن شاء الله في سبتمبر القادم سيكون منح درجة البكالوريوس لهذه التخصصات ترجمة نانسي قنقر